اشتركوا في القناة ومن ثم طبعا نختار العرض اللي هو 16 في 9 ومن ثم موافق رح نحذف Text Area وطبعا رح نضيف شكل هذا الشكل رح يكون عبارة عن دائرة رح نصغر العرض وهذه الدائرة رح تكون كبيرة جدا بهذا الشكل وطبعا ممكن انه نكبرها الآن من تنسيق تعبئة الشكل رح نمليها بصورة طبعا بسطح المكتب وجمع بسماية ونختار هذه الصورة الآن رح نحولها الى أسود وأبيض من أدوات الصورة وطبعا اللون رح نختار أسود وأبيض تنطي انطباع أجمل طبعا ممكن نختار شكل آخر لكن هذه الصورة أجمل ممتاز طبعا من تنسيق حدود الصورة بلا مخطط تفصيلي جيد يعني هذه الأشكال اللي بالأعلى هذه ما رح تظهر يعني إذا نجي نلاحظ هنا نعرض الشكل نشوف هذا الشكل فقط يظهر بداخل الشريحة طبعا رح نخليها بها الأسفل ونجرب نعرض الشريحة ممتاز جدا الآن رح نضيف ثلاثة دوائر هذه الدوائر رح تكون هذه الدائرة الأولى ورح تكون باللون الأصفر أو الخردلي وطبعا بلا مخطط تفصيلي ممكن نكبرها قليلا مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي جيد الآن رح نخلي هذه الدائرة باللون الأصفر الخردلي ممتاز وطبعا رح نضيف صورة من إدراج صورة جيد رح نضيف هذه الصورة صورة المدارس وطبعا رح نصغرها نكبر الدائرة شوي صورة المدارس رح تكون بهذا الشكل طبعا ممكن تصغر وتصعد إلى الأعلى الآن رح نستنسخ الصورة مع الشكل رح نستنسخ مثلا بهذه المنطقة نسخة وبهذه المنطقة نسخة طبعا ممكن هنا تتقرب أكثر تكون أجمل حتى تكون أكو تساوي هذه الصورة رح نحددها وطبعا من تنسيق تغيير الصورة رح نختار هذه الصورة وهذه الصورة أيضا رح تحدد ومن تغيير الصورة رح نختار هذه الصورة اللي هي صورة الملاهي أو مدن الألعاب الآن رح نضيف النصوص طبعا النصوص موجودة هنانا عدنا بملف وورد رح يكون مرفق عدكم أيضا ونجي هنا نضيف مدارس حديثة وطبعا رح نختار فونت رح يكون مثلا فونت الجزيرة رح نخليه بهذه المنطقة توسيط وطبعا ممكن يكون عشرين ممتاز جيد الآن رح نستنسخ هذا النص رح نكتب الخدمة التالية اللي هي خدمات عامة و أيضا نسخ التنسيق مننا ونلصقها على هذا النص وطبعا توسيط وطبعا هنا رح نستنسخ النص أيضا ورح نكتب أماكن ترفيهية نكتبها باليد أسهل الآن رح نضيف فيكة بسيطة ممكن تبطينه رونق طبعا خط وهذا الخط من المخطط التفصيلي رح يكون بهذا الشكل ورح ننطي لون فاتح مثلا هذا اللون ممكن أغمق شوية ورح نخليه أسفل كل عنوان بهذه المنطقة طبعا يفضل أن يكون بالمنتصف جيد الآن رح نضيف نص هذا النص رح يكون نص صغير رح نستنسخ هذا النص ورح نضيف النص مثلا عندنا هنا خدمات ناخذ نسخ الخدمات العامة وهذا النص طبعا من تنسيق الصفحة رح نمسح كل التنسيقات ورح نصغر النص بهذه المنطقة وطبعا ممكن نحذفها هنا الوحدات ونكتب الوحدات باعتبار أنه منسوخة من الانترنت طبعا ممكن ننضيف كشيدة كشيدة صغيرة تكون جميلة طبعا ممكن نحذف هنا نقطة أيضا ممكن نقطة بهذه المنطقة وطبعا هذا النص ممكن يكون bold ولكن اللون يكون فاتح أجمل ممتاز أيضا رح نستنسخ هذا النص ورح نضيف الخدمة التالية اللي هي مدارس حديثة نسخ طبعا ممكن حتى يجي نفس التنسيق نضغط كليك أيمن ونضغط على حرف A وطبعا رح نستنسخها بهذه المنطقة والأماكن الترفيهية نسخ طبعا بعد ما نحتاج هذا المجلد وكليك أيمن اللصق رح تكون بهذه المنطقة ممكن هذا النص يسجع إلى اليمين قليلا يكون أجمل الآن رح نضيف العنوان عنوان الإعلان ممكن طبعا هذا النص رح يصعد إلى الأعلان استنسخها ورح نخليه باللون الأبيض نكتب راحتنا ونكتب مدينة بصماية الحديثة طبعا نكبر نص ممكن بهذا الشكل نكبر النص طبعا ممكن نضغط هنا نكليك أيمن وإضافة إلى القاموس الآن ممكن نضيف لون أسود إلى هذه الدائرة ممكن هذه نستنسخها نسخ وطبعا لصق هذه الدائرة اللي لصقناها من تنسيق تعبئة الشكل رح نختار لون أسود رح نخليها بهذه المنطقة وطبعا نكليك أيمن تنسيق الشكل ورح نقلل من الشفافية نخليها مثلا أربعين أو ممكن خمسة وثلاثين ومن ثم أغلاق فقط نتأكد أنه دائرة تمام وقبل كل شيء عندنا هنا الصورة بها مشكلة هذه رح نبعدها على صفحة نحدد هذه الصورة ومن تنسيق اقتصاص نجي هنا نخلي احتواء وطبعا ممكن تنزل إلى الأسفل بهذه الطريقة الآن هذه الدائرة رح نخليها في هذه المنطقة بحيث تكون مباشرة فوق الدائرة الأولى طبعا نضغط اكليك أيمن على الصورة وارسال إلى الخلف طبعا نرسل إلى الخلف أو ممكن نرسلها إلى الخلفية لا بأس وهذه الصورة أيضا رح نرسلها إلى الخلفية حتى تكون خلف الصورة وهذه الأشكال كلها أصبحت بالأمان هذا النص رح ينزل ممكن إلى الأسفل بس ما يتكون باللون الأصفر الآن الآن رح من إدراج أشكال رح نضيف الشكل هنا بهذا الشكل وطبعا تعبئة الشكل رح يكون أبيض مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي رح نصغل هذا الشكل بهذا الشكل بهذه الطريقة وطبعا رح نستنسخه طبعا يكون بنفس الارتفاع ومن تنسيق تعبئة الشكل رح يكون اللون الخردلي بهذا الشكل طبعا ممكن نحدد الشكلين ونقدمهن ممكن هذا الشكل الخردلي يكون أصغر والشكلين يكون بهذا الشكل وممكن طبعا هذا الشكل يتقدم وأيضا الشكلين يتقدم بهذه الطريقة طبعا ممكن نعضي الشريحة نلاحظ تصميم جميل وأنيق في نفس الوقت إن شاء الله يكون هذا التصميم بسيط وسهل نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى